السؤال بعد كده بيقول السيد من حساب السيد بيقول السلام عليكم فضيلة الشيخ عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا في حاجة محيراني أنا دخلت مع ناس كتير في الغسل ولم أرى أي علامات منهم الصالحون والمشهود لهم بالصلاح والتقوى ومنهم دون ذلك فرجاء الرد مين قال إن العلامات أقول لك أسرار من أسرار اللي ربنا سبحانه وتعالى كتابها للناس إيه السر اللي إحنا فيه ده الأسرار اللي ربنا سبحانه وتعالى كتابها للناس في ناس كتير من أهل المحبة وبيتسموا من أهل الخفاء يعني إيه من أهل الخفاء واحد كده طبع حديث الرسول اللي هيصله طبع ما طبع حديث الرسول حتى لا تعلم ما أنفقت حتى لا تعلم شماله وما أنفقت يمينه فربنا سبحانه وتعالى يدخل له الكلام ده ولذلك مش كل الصالحين لازم يظهر عليهم ولذلك لازم أقولك حاجتين أول حاجة مش كل الصالحين لازم يظهر عليهم العلامات عند الوفاة ليه؟ لأنه في الحقيقة قد يكون خفي وربنا أراد أنه يظهر حاله ده في الخفاء يظل حاله ده في الخفاء أمر الثاني علمهنا سيداتنا العلماء إذا كان واحد حاله الصلاح وما ظهرش عليه علامات الصلاح على فكرة ممكن تكون لعب في الناظر مش في المناظر يعني قد يكون لعب فيك أنت أن أنت مش شايف ولكن هو معلوم عند الله ولذلك لازم تعرف أنه قد يكون من أهل الخفاء وقد تكون أنت مش شايف وقد تكون أنت مش ناظر وقد تكون أنت الذي لا ترى يعني هي أهل الخفاء القصة مشهورة في خادم وعبد مالك بن دينار لما راح اشترى من السوق فلما راح يشتري من السوق هو عايز يجيب عبد كده يعينه على الطاعة ومالك بن دينار لما اشتري عبد عيشتري عبد شكله إيه إذن فراح معاه فراح يشتري فقعد يرأي بالعبد ده كل محد يروح له يطلب منه أنه ويدعيله فيدعيله فيستجيب ربنا يستجيب له واحد يقول له يدعي لي أني سيدي يعني يعتقني فيدعيله فيفك ففضل مرأبه من الصباح إلى إلى قرب غروب الشمس فراح لي سيده قال له أنا ما عايز أشتري عبد ده قال له ته ده ولا ينفع في أي حاجة ده طول النهار صايم وطول الليل قايم ولا ينفعك لف خبيز ولا في شيل ولا في حط قال له أنا عايز أشتريه فهو أخده ووصل به إلى البيت فلما وصل إلي بالبيت رح سأله سؤال قال له أنا بسألك أنت شارتني ليه أنت عارف أن أنا ما أصلحش للخدمة وأنا طوال عمري كاسد والناس كلما يحدث يشتريين فراح حكي له الحكاية قال له أنا شفت من حالك كيت وكيت 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 فراح عبد ملك قال له طب ممكن تسيبني عشان أنا عايز أصلي دلوقتي لازم أصلي دلوقتي فتركه فسمعه في سجود وفي آخر راكعة بيقول بيكلم ربنا بيقول له سر بيني وبينك أما وقد فضحتني فاقبضني إليك فمات من لحظاتي هو عايش مع ربنا في الخفاء أما وقد فضحتني اعتبر أن ربنا يظهر هذا الخير ده نعمل أنواع الفضيحة لأنه عمله لوجه الله عمل ده كله لوجه الله فلما تفضح قاله أما وقد فضحتني فاقبضني إليك فقبضه الله سبحانه وتعالى فمش لازم أننا لما يكونوا الصالحين أننا نشوف على وششهم ربنا قد يكون بيزيد في معنى صلاحهم أن يجعل الأمر ما زال بينه وبينهم